موسيقى بسم الاب والابن الروح الكدس اله الواحد امين الحد الاول من شهر هطور المبارك الكنيسة بتدينا صورة عن الاثمار في حياتنا عشان كده الكنيسة بتقرالنا مثل الزارع الذي خرج اليزرع وفيما هو يزرع سقط بعض البزور على الطريق فانداس وأكلته الطيور وسقط آخر على الصخر فنبت قليلا وبعدين جاف وسقط آخر بين الشوك فطلع الشوك وأكل وخنقه وسقط البعض الآخر على الأرض الجيدة فنبت وأعطى صمرا فانت أني نوع من الأرض الله يعطي كلمته لكل البشر يرسل كلمته لكل إنسان ولكن كيف نستقبل كلمة الله وبالتالي هنا إن كان المسيح في حياتنا وكلمة الله في حياتنا هو بس على الطريق يعني إحنا مشغولين ومستعجلين في الطريق وبنجري ومديين ربنا بس صورة كده على الطريق على الماشي وإحنا ماشيين فبكل تأكيد أي بزرة بتتحط بييجي طيور السماء والمشغوليات بتاخدها مننا لا تسمر وبييجي كتير من الأوقات إحنا مشغولين بكتير من أمورنا الداخلية وأمورنا الشخصية فيأتي الشوق ويخنق وكتير من الأوقات لما الإنسان يكون قلبه متحجر من كتر هموم العالم قلبه متحجر من كتر إنه عايز لنفسه قلبه جاف مش قادر يشوف رعاية الله ومش قادر يشوف محبة الله فبالتالي ده حتى ولو أثمر قليلا أو نبت قليلا إذا ما فيش عمق ما فيش عمق للحياة كل حياتنا ماشي على السطح لا يستطيع أن يثمر وخلي بالكوا إن أنا نقان نحيا في عصر الهواء كل حاجة على السطح كل حاجة على الطريق وبسرعة وكل الناس عمالة تجري تجري وكل حاجة مربوطة بأنها موجودة على السطح وليس هناك عمق علشان كده لا نستطيع أن نثمر نحتاج إلى أن ندخل إلى العمق علشان يأناأتي بصمر والصمر في حياتنا هو فرح اوعى يكون الصمر اللي في حياتك هو صمر مادي إنما الصمر اللي في حياتنا هو صمر روحي فرح سلام محبة وإيمان وتعفف وتقول أنا صمر حكمة صمر بر صمر لحياة أبدية صمر في الروح ربنا يعطيكم كل نعمة وبركة ولإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر